يا هيك الكبة يا بلى مليانة حشوة رقيقة عم تقرش قرش الكبيبة الشامي الاقتصادية بدون هبرة او مكينة زي ما بيقولوا عليها اخواتنا السوريين احنا المصريين بقينا نعشق الكبيبة الشامي لو بتشوفيها ونفسك تجربيها والله في الفيديو ده هقولك على كل التفاصيل عمرها ما هتفشل منك ابدا ما تخفيش لا وكمان انا حشتها جبنا موزاريلا ودلعت الكبيبة على الاخر لو اول مرة بتشوفيني انا شايماء محمد تشجعيني باجمل لايك وشارك الفيديو مع اصحابك يلا نسمي بالله ونصلي على رسول الله ونخش على طول في حشوة الكبيبة الشامي مع لقتين سامنا كبار كده هشوح فيهم بصلة قطع هشوح بس البصل الاول عشان العصات بتاعي بيسكر لما شوح البصل الاول وبرحتك عايزة تحطي اللحمة المفرومة الاول مش هتفرق خالص بس انا متعودة دايما كده ادي البصلة تشويحة لغاية ما تدبل هنزل بقى بنص كيلو لحم مفرومة وهي دي كمية اللحمة اللي هحتاجها طول الوصفة احنا بنعمل كبيبة اقتصادية مش الكبيبة اللي القشرة الخارجية بتاخد فيها لحمة مع البرغل لأ هنستخدم اللحمة بس في الحشوة ودي بقى مقرمشة وسهلة قوي تبلت اللحمة كده شوية فلفل اسود معلقة سبع بورات معلقة توابل لحمة نص معلقة جنزبيل ومعلقة صغيرة بابريكا وابتدية تحط الملح عايز اقولك اختيار التوابل كلها ازواء شخصية لكن بس الكبيبة الشامية في الحشوة كده لازم تحط لها معلقة صغيرة من ديبس الرومان فعلا ديبس الرومان بيسكر لي حشوة اللحمة المفرومة جدا واضافة مميزة للحشوة ركزي بقى معايا ست الكل عشان نعمل الكفر بتاع الكببة الشامية ودي حاجة ما تلغبطش هي بس خطوات هتمشي عليها هتنجح معاك والله بصي بنفس الكباية عائرت حوالي 3 كبايات من البرغل الناعم اختاري برغل يكون نظيف ما فيهوش حصى او رمل زي برغل الضحى هحط عليه بقى ايه كبايتين من السميد تقدري كمان تحطي 2 برغل و 2 سميد انا هنا كطرت شوية عشان هحش شوية بالجبنة بنفس الكباية هتعايري كل المقادير وده سميد البسبوسة الناعم عارفة السميد بتاع البسبوسة اللي بيبقى عند العطار السميد العادي كمان البرغل بتاعنا اللي هو البرغل ناعم يلا بقى كده بعد معايرنا 3 برغل و 2 سميد او زي ما قلتلك تقدري تعالي 2 برغل و 2 سميد كده انا حطها في الطبق 5 كبايات اذا هنزل ب5 كبايات من الميا المغلية اوعي 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 تقطاري الميا خالص عشان الميا الكتير هتخلي عجلة البرغل تعجب منك خالص ومش هتعرف تلميها يبقى لكل كباية هتحطيها كباية مياه يعني لو عملت اتنين برغل و 2 سميد هتحطي 4 كبايات من الميا المغلية لازم المياه تبقى مغلية وتغطي عليهم كده وتسيبيهم على الاقل منقوعين في المياه المغلية حوالي نص ساعة لساعة لغاية محبوب البرغل تنفش وتشرب كل المياه بصي بقى اتعاملة ازاي هي قاعة جدا فرولة بس صبري كده اما نحط لها بقى الاضافات ونعجنها حطي بقى كمان معلقتين كبار من النشا هحطي ملح وكمان هحطي شوية فلفل سود وربع كباية من الزيت والتوابل اللي على الشاشة دي بابريكا توابل لحمة رشة ارفة اختيارية في ناس ما بتحطيش الارفة هلاص حطي معلقة كبيرة من توابل اللحمة كمان ما تقطريش التوابل عشان الاشرة بتاعتها ما تسودش قوي وانتي بتحمريها في الزيت وبايدك بقى يا ست الكل كده كأنك بتعجيني عجينة وبعزم ما فيكي هنحط بس كده اخر حاجة بصلة مبشورة نعمة وتكون كمان مبشورة في الناحية النعمة من المبشرة مش الناحية العادية لا الناحية النعمة او يعايزين البصلة تبقى مهرية خالص جنبي كده نص كباية مياه مغلية وانا محتاجتش اضيف كده غير تلك معالق بس ما تقطريش المياه عشان العجينة بتاعتك ما تبقاش كده لينة وما تعرفيش تلميها طب يا موريان انا غلط وقطرت المياه اعمل اي لها حل ايوة طبعا ليها حل وحلها انك تزاودي كده كباية من الدقيق تدريجيا ده لقدر الله لو العجينة طريت منك اوي وبقت بتلزق خالص وعلى فكرة ده اللي حصل معايا اول مرة اعمل الكوببة الشامي طبعا الكوببة الشامي تقدرت تعمليها كمان بالبطاطس المسلوقة والبرغل وبالدقيق والبرغل يعني هي لها طرق كتير بس احسن طريقة الصراحة جربتها هي باضافة السميد السميد بيقرمشها حلوة اوي اوي وخلي بالك انا قلتلك تضيفي الدقيق للضرورة لو العجينة طلعت معاك طرية اوي لكن الطعم الاصلي لها بالبرغل والسميد لكن خلي الدقيق ده اخر حاجة لو لا قدر الله طرية اوي يلا بقى كده نشوف تشكيل الكوببة والله هيقولكو عالتكات بتاعت التشكيل هتشكلوها هوا بص اللحمة المفرومة اديتها شوية زبيب تقدر تحطي مكسرات هم وبيحطوا سنوبر بس احنا طبعا عاملين مقاطعة في مصر للمكسرات اسعارها يعني بقت مبالغ فيها الصراحة قطعت كل المكسرات رمضان ده يلا بقى كده نشوف طريقة التشكيل سهلة جدا جدا اهم حاجة بس كده وانت بتشكيل عجينة البرغل لازم تغطيها لان البرغل بينشف بسرعة وهيشقق معاكي وهيبقى صعب تكويره كمان الطبق اللي انت حطى في عجينة البرغل اديله دهنة من الزيت وفوق وش العجينة كمان دهنة من الزيت بص انا مغطيها ازاي وبشتغل بص بقى في طريقة الناس بتعملها ازاي بيفردوها قرص كده وبعدين يقفلوا كل الكوبيبة بالشكل ده وبعدين يعملوا ايه البوز بتاع الكبة الشامية كده بس ايه الصراحة الطريقة دي بتخليها طويلة شوية اشبه بايه كبة التمن العراقية يعني بتبقى مطولة كده شوية لكن بقى تعالى اقولك على تكنيكي حلوة قوي قوي هيخليكي تعمليها بالشكل ده بص الله مبارك انا طبعا دخلت في الحشو على طول عشان نلحق الفطار عشان الباقي هحشي جبنة موزاريلا بص الاول بصبعك كده بتفرغي ولو خدت بالك انا ايدي الشمال افلى السبابة والابهام كده متضيقهم شوية عشان اعمل بوز من تحت امليها بقى كده كمية كويسة من الحشوة بتحتاج هي تتملي حشوة كبيرة عشان ايه تبقى مليانة كده عايزكي بقى تلاحظي حركة ايدي اليمين والشمال بصي ايدي اليمين السبابة والابهام بيقفلوا الجزء اللي فوق اللي هي البوز اللي فوق ده وايدي الشمال اللي هي تحت كاني بربط لمبة اللووز يعني بصي رأبي معايا تاني كده انا هعمل ايه بلفها عشان اديها هي كمان شكل البوز من تحت وما تتعبيش في التشكيل بصي انا هنا هحشي الجبنة المتزرية اللي عايزة اقولك بالجبنة تحفة تحفة ويا سلام بقى لو في جبنة شيدر تبقى خطيرة بصي ايدي اليمين بتلف والشمال وصبع الكبير الابهام بتاع ايدي الشمال بيلف الكبه من تحت اللهم بارك يا جماعة خطيرة وطلعتلي كمية كبيرة بص انا هنا بعد معاكي يعني اللهم بارك دول حوالي كده 65 صابع والله ما فاكرة يعني اعدوا انتو بقى تحفة كمان هفرز شوية لان طبعا مش هناكل كل الكمية دي مرة واحدة تقدر تطلعيها جنب اي اكلات بتبقى حلوة قوي بصي بقى تتقليف زيت غزير على درجة حرارة وسط اهم حاجة اهم حاجة تقليب مستمر تقليب مستمر لان هي ممكن تلزق في اعر الطاصة خاصة لو تفال زي كده وتحروق من تحت فانت كده تقليبها بحنية وخلي بالك انا لما كنت بلف الكبه وبحشيها انا مش مسكها جامد امسكيها كده بالراحة يعني باطراف صابعك ما تضغطيش عليها جامد وانت بتحشيها ولا حتى وانت بتقليها لانها طبعا طرية جدا كمان انسيت اقولك الطبق الصغير اللي كان بيساعدني لو فيه اي تشاق في الكبه كان عبارة عن مية وزيت وبتبلي صابعك بالمية وتعملي الحفرة اللي هتحطي فيها حشوة اللحمة المفرومة مية على زيت مش مية بس بحس ان المية بس بتلزق ويلا بقى عملنا شوية مكارونس بكاتي حمرة ودي بقى رشة بقدونس اللهم بارك انا بس ايه هدحكك علي كده وسمعك جوزي قال لي ايه انا طبعا مشغولة في الكبه المقرمشة وبيقول لي الحيا شايماء العيال دلق السوبي عس الجادة وشايماء طبعا تصوت وتروح تشوف العيال بعد ايه الكبه الشامي وجمال الكبه الشامي بصوا بقى الجمال رؤيا اهم حاجة رقائي كده الجدار بتاعها ما تخليش عجنت البرغل سميكة خلي اللحمة المفرومة كده اكتر لان هي دي اصول الكبه الشامي بصوا بقى لب المتزرلة يا عين يا عين يا عين يا جماله ما ارمشة عم تقرش قرش ايه وقت تفتكروا ان انا سورية لا لا والله انا مصرية انا بس بعشق كل الاكلات العربية بصي بقى السوس ده عبارة عن زبادي ومايونيز وشوية ملح وفلفل اسود عايزة تقدميها مع كاتشوب مع دبس ورمان شوية صلطة بلدي اللي انت عايزاي اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتك بتنسيش تجربي الكبه الشامي بعد ما عملنا كل انواع الكبه في مصر باذن الله الوصفات تعجبك اتمنى بقى ان انت تشترك في القناة واتبعي صفحة الفيسبوك عشان يوصلك كل جديد بقدمه بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته